موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه المداخلة الجديدة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن ماراتون الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى لبنان والعراق البداية بلبنان ونحن نعرف والجميع يعرف خصوصية لبنان لدى الفرنسيين وما يتمتع به لبنان بما يشبه الوصايا الفرنسية التي كانت من قبل انتداب وتحولت الآن إلى وصايا معنوية وسياسية إلى حد كبير ونعرف المشهد اللبناني والتدخل الإيراني في لبنان وكيف حول حزب الله لبنان من دولة كانت مركز للإشعاع الثقافي ورغم الحرب الأهلية التي عاشها وكذلك الكثير من الأمور كيف تحول الآن إلى بلد مهدم بلد مدمر بلد على حفة الإفلاس بمعنى الكلمة وهذا طبعا ديدا التدخلات الإيرانية في الدول العربية لأنها تدخلات ليس هدفها البناء بل هدفها الهدم وهذه الحقيقة وليس هدفها التعمير بل هدفها وغايتها هو التدمير فلا يوجد بلد عربي تدخلت فيه إيران بمشروعها لم تحوله إلى خراب ونحن نرى ما يحدث في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وما إلى ذلك ماكرون بغض النظر عن التصريحات وكذا والكثير مما تنقله لاحظناه كيف كان يتصرف في لبنان يتصرف في لبنان كأنها محافظة تابعة لفرنسا وهو الذي يملع للمسؤولين لبنان ظهر في هذه المرحلة ليس مفقود السيادة فقط عند الإيرانيين بل أيضا أن السيادة المزعومة التي يجري الحديث عنها في لبنان هي خاضعة أيضا لأطراف أخرى ليست فقط من طهران بل حتى في بريس أيضا فعندما يأتي رئيس دولة أجنبية إلى دولة أخرى ويتحدث بتلك الطريقة التي تحدث فيها ويمارس الضغوطات بصفة معلمة سواء بالنسبة إلى ما روجته التصريحات أو حتى من خلال ما دار تحت الطاولة فالمعلومات تقول بأن الرئيس الفرنسي يتصرف مع المسؤولين اللبنانيين بطريقة كأنه رئيس دولة وزارة بلدية تابعة له وليس رئيس دولة زارة دولة أخرى أجنبية في القانون الدولي وهي دولة ذات موسيئة المثير في تصريحات ماكرون هو الغزل الذي قدمه بطريقة مباشرة إلى حزب الله هو ليست غزل كما يمكن تفسيره أنه غزل الصغير يستنجل من كبير وما أليه ذلك فرنسا دائما تغرد إلى حد ما خارج السرب المناهض لإيران وعندما صرح الرئيس الفرنسي ماكرون بأن حزب الله هو شريك في النظام ولديه نواب في البرلمان أنا أقول بأن ذلك يمكن أن يدرج في خانة واحدة أن الرئيس الفرنسي يبحث عن أي إنجاز خارجي فلبنان يشكل خصوصية لدى الرأي العام الفرنسي والرئيس الفرنسي تفصله على الانتخابات الرئاسية نحو عام ونصف وداخليا شعبيته متراجعت كثيرا صار يدرك أنه يجب أن يقدم شيئا حتى يحفظ له ماء الوجه ويستطيع أن يتقدم إلى عهدة رئاسية ثانية وهو التي يريدها بلا أدنى شك فهو مازال صغير وسن وكذا وكذا ولديه طموح وأهلام أن يحقق عهدة ثانية وإنجاز آخر في الانتخابات الرئاسية خاصة أن ساركوزي لم يتمكن من عهدة ثانية فرنسوا هولوند غادر بدون أن يترش على عهدة ثانية وهو يريد أن يكسر هذا الحاجز بهذا الإنجاز على المستوى الداخلي الفرنسي ندرك تماما الحملات والمظاهرات التي استهدفتها مع أصحاب السيطرات السفراء أيضا جائحة كورونا أضرت بالفرنسيين كثيرا وأضرت بشعبية الرئيس الفرنسي فالرئيس الفرنسي يبحث عن أي إنجاز ومستعجل في هذا الإنجاز لأنه لو يقول ما تقولها أمريكا في حزب الله الذي أدرجته في قوائم الإرهاب وأدرجته المملكة العربية السعودية أيضا في قوائم الإرهاب لو يقول عكسا ذلك يدرك تماما أن لبنان تحت الوصاية تحت وصاية حزب الله أن لبنان مهيما عليه من حزب الله وماكرون إذا أراد أن يحقق أي إنجاز يحسب له قبل الموعد الانتقابي يجب عليه أن لا يكون خصم لحزب الله لذلك هو يدرك تماما كم مرة تكلم وأوحى إلى أن إيران وانتقد إيران ولكنه كما لاحظنا حتى عندما ذهب إلى العراق تفادى انتقاد إيران ذلك تحدث عن التدخلات الخارجية السيادة وما هذه الأمور وهذه أمور كلها فضفضة ولكنه لم يتحدث تحديدا عن إيران لأنه يريد في هذه الفطرة الذي تنشغل فيه الولايات المتحدة الأمريكية بانتخاباتها الرئاسية لا يمكن أن الرئيس ترامب المترشح لعهدة رئاسية ثانية أن يغامر بأي شيء خارجيا يجب عليه في هذه المرحلة أن يركز على الداخل الأمريكي من أجل كسب أصوات الناخبين لذلك أمريكا مشغولة بشأنها الداخلي وماكرون يستغل هذه المرحلة لكي يحقق بعض الإنجازات التي تحسب له بل أنه المعلومات تتحدث نحن ندرك تماما أن حزب الله يناهض اتفاق الطائف ليس لما حققه فقد حقق كثير اتفاق الطائف وأيضا فيه كثير من النقائس وما أهمها أنه لم ينزع سلاح حزب الله ولن نخذ في تفاصيل هذا الموضوع ولكن نقول بأن حزب الله يناهض هذا الاتفاق ليس بسبب ما أنجزه وليس بسبب الثغرات الموجودة فيه وما إلى ذلك بل أنه اتفاق الطائف دائما مرتبت بالمملكة العربية السعودية ونحن نعرف أن حزب الله يناهض المملكة العربية السعودية مناهضة مطلقة ولذلك لا يريد أنه يبقى هناك أي شأن أو في إطار الشأن اللبناني يرتبط بمملكة العربية السعودية هذا من جهة ومن جهة أخرى أن حزب الله يريد أيضا أن يتقاسم الكعكة وفق المعطيات القائمة حاليا وليس وفق معطيات اتفاق الطائف فالشأنه تغير وقوة حزب الله تغير ولا تغيرت ولبنان أيضا صار تحت وصاية مطلقة لحزب الله بل حزب الله صار هو الدولة ولبنان هي التنظيم إذن تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون تجاه حزب الله لا تدخل إلا في هذا الإطار هي الإطار محاولة تحقيق إنجاز وهذا الإنجاز عبر هذه الكلمات التي وجهها حزب الله وتدركون حسن نصر الله كيف رحب بهذا الأمر وألتقى الرئيس الفرنسي أيضا مع رئيس الكتلة النيابية لمنظمة حزب الله في البرلمان أن وضار حديث طويل بينهما ورشحت بعض المعلومات على أن هناك ما يشبه الاتفاق بينهما ولم ترشحت أيضا المعلومات عن أمور أخرى كثيرة خاصة من ناحية الاستراتيجية لا يمكن أيضا أن يتم الترويجات إذن ماكرون يبحث عن في خلال هذا الماراتون والقفز إلى العراق يبحث عن إنجاز والإنجاز الآخر الذي يريده ماكرون ليس فقط من ناحية ترتبط بالداخل أيضا يريد أن يحقق إنجاز في قضية الخلافات مع تركيا في بحر المتوسط فماكرون لا يمكن أبدا أن يصل إلى مرحلة الانتخابات ولا يكون قد حقق بعض الإنجازات أيضا في محيط الصراع الذي صار مع تركيا والخلافات صار معلنة والتصريحات الرسمية المتبادلة والانتقادات اللاذعة ونحن ندرك تماما أن فرنسا في الاتحاد الأوروبي هي رأس الحربة في المواقف المناهضة لتركيا أيضا يريد أن يبحث عن شيء ما في المشهد الليبي وهو الذي يعمل عليه أيضا نجد ما حدث في مالي والنفوذ الفرنسي في مالي أيضا ماكرون يبحث عن هذه الإنجازات الخارجية لأن الإنجازات الداخلية معقدة جدا ويريد مفتاح ما بعد هذه المرحلة ما بعد الحجر المنزلي بسبب وباء كورونا يريد أن يحقق إنجاز ليكون المفتاح الذي يعود به إلى المشهد الفرنسي ويخاطب به الفرنسيين ويعطيه بعض قوة جديدة في العودة القوية للساحة السياسية والساحة الانتخابية ولدى الرأي العام الفرن لذلك نراه يسارع إلى مناطق النزاع بهذه القوة وذهب إلى العراق واستقبله الرئيس العراقي وقبله ذهب وزير خارجية ووزيرة الدفاع سارو العراق ويعتبر أول مسؤول من هذا رفيع المستوى يزور العراق بعد تعيين الكاظمي رئيسا للعراق إذن إخواني الكرام نلاحظ بأن القضية ترتبط بشأن الداخلي أولا وترتبط بصراعات إقليمية وبالنفوذ الفرنسي ثانيا وأيضا ترتبط بملفات قادمة في ظل إعادة رسم الخريطة التي هي متوقفة إلى حد ما حتى تنتظر انفراج الانتخابات ونهاية الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية فتطورات الأحداث مع إيران تتوقف على ما تأول إليه الانتخابات الأمريكية لأنه إذا فازت ترامب الرئيس الأمريكي ترامب ستستمر ستتصاعد العقوبات وربما ستحدث اختلالات وخلافات سياسية وتبلوماسية مع الفرنسيين كما حدث من قبل وندرك تصريحات سابقة إلى الرئيس الفرنسي والرئيس الأمريكي ترامب والتي كانت متناقضة وما إلى ذلك أما في حالة فوز الديمقراطيين وفوز المرشح الديمقراطي بايدون فإن الأمور ستتغير إلى حد ما في تجاه إيران وستكون معاكسة تماما لتوجهات الإدارة الأمريكية في هذا ترامب مما سيضفي قوة أكثر على الموقف الفرنسي لذلك الموقف الفرنسي يسارع إلى هذه المناطق المرتبطة بإيران ليقوي وجوده ويصنع نفوذه هناك وفي حالة استمر ترامب ستكون ورقة سيكون الدور الفرنسي مهم لديه تأثير وفي حالة فزا الحزب الديمقراطي في هذه الحالة تجد فرنسا حليف آخر آخر في إطار تقاسم أدوار وتقاسم أو في إطار توازنات القوى الكبرى في العدل إذن الرئيس الفرنسي كان يغازل اللبنانيين بطريقة يلعب على وترين وتر الضغط بالمساعدات والإشراف عليها وتر الضغط السياسي وتر الغزل لذلك نلاحظ حتى على حسابه في تويتر أن الشأن اللبناني عندما تعلق الأمر باللبناني خاطبهم بالعربية باللغة العربية على حسابه في تويتر وقال حتى بحبك يا لبنان ولم يغرد الرئيس الفرنسي بالعربية إلا مع لبنان وتغريدة طلعت عليها تتعلق باتصاله بالرئيس السلطة الفلسطينية فيما يخص قضية السلام أيضا غرد بالعربية في حين لما ذهب إلى العراق غرد باللغة الفرنسية ولم يكتب تغريدة واحدة باللغة العربية رغم أن العراق بلد عربي واللغة العربية لديها مكان هناك لكنه كأنه يقول كأنه أراد أن يعطي خصوصية للبنان فقط على عكس ما هو الشأن العراقي لأن العلاقة مع لبنان شيء والعلاقة مع العراق شيء آخر لاحظوا الغرب في مثل هذه الأمور عندما غزى جورج بوش الإبن العراق العراق كان يتحدث عن الديمقراطية الآن مررنا قريبا ننتهي من العقد الثاني من غزو أمريكا للعراق ولم نسمع أن الديمقراطية تحققت حتى الرئيس العراق الحالي تم تعينه أين الديمقراطية التي تغنى بها؟ بالأمس يغرون الشعب العراقي أنه سينقلون إليه الديمقراطية واليوم يجري الحديث عن التدخلات الخارجية وضرورة استقرار العراق والسيادة وما إلى ذلك العراق الرئيس الفرنسي يتحدث عن أنه ذهب هناك في إطار خضية السيادة والدفاع عن السيادة العراق سيادة العراق مرهونة لدى إيران المشكلة في السيادة العراق ليست الدخلات الأخرى بل أهم شيء هي التدخل الإيراني فترى لماذا لم يتحدث الرئيس الفرنسي تحديدا عن إيران ويقول عدم التدخل الإيراني في حين تحدث عن الإرهاب وتحدث عن داعش تحدث عن تنظيمات الإرهابية وذكر تحديدا داعش فترى هل الميليشيات الأخرى الموالية لإيران ليست ميليشيات إرهابية فهي مدرجة في قوائم الإرهاب بينها الكثير مدرج في قوائم الإرهاب ومارست أيضا ما لا يختلف عن ممارسات تنظيم داعش الإرهابي ترى لماذا الرئيس الفرنسي لا لم يتحدث الرئيس الفرنسي يدرك في لبنان أن له لا حل لا حل ولا يمكنه أن يحقق أي إنجاز في لبنان إلا بدعم وبالتعاون مع إيران والأمر نفسه في العراق يريد أيضا أن يحقق إنجاز هناك يحسب له مع الإيرانيين أيضا خلافه وصراعه المعلن على الأقل مع تركيا لذلك يريد أن يحتاج إلى حلفاء وذهب إلى الدول ندرك تماما الدور الذي تقوم به تركيا وفي حربها مع الأكراد أيضا هناك معلومات رشحت تتحدث أن تركيا تبحث عن دور ما في لبنان إذن فرنسا لا تريد لهذا الدور أن يكون في حين أن إيران لم تغذبها بهذا الشيء قلت لكم أن الموقف الفرنسي بعد الانتخابات الرئاسية لن يكون مثل هذا الخطاب لأن هذا خطاب غزني فقط من أجل تحقيق إنجازات تحسب لشخص ماكرو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله